وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد الحاخام إبراهام كوبر نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية للحرية الدينية الدولية أن مملكة البحرين تعتبر نموذجا منفردا في التعايش السلمي وحرية ممارسة الأديان نعم كوبر اعتبر ما جاء في إعلان مملكة البحرين هو خارط الطريق للعالم يجب أن يأسر عليها من أجل نشر مبادئ السلام والتعايش السلمي في العالم سررت لعودتي إلى مملكة البحرين من جديد ولقد رأيت أن هناك العديد من الأنجازات التي تحققت على الأرض خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان أنني أرى اليوم نموذجا رائعا وفريدا في التعايش السلمي والحوار لقد أذهلني وأنا أزور المنامة المسجد بقرب المأتم والكنائس بقرب المعابد إنها صورة حضارية للتعايش السلمي والتقارب بين الأديان قل ما تجدها في الدول إنني فخورا جدا بهذا الإنجاز وأشكر جلالة الملك حمد أيضا على حرصه الشديد في غرسي وتعزيز هذا التعايش في المجتمع البحرين وأؤكد بأن لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي له دور مهم في نشر ما تعيشه مملكة البحرين من تعايش سلمي وإيصاله إلى العالم وأريد أن أثمن مبادرة جلالة الملك حمد في إطلاق إعلان مملكة البحرين هذه الوثيقة التي تعتبر خارطة طريق يجب أن يسير عليها العالم أجمع ويجب أن تعتبر خارطة طريق